أكد وزير النفط الإيراني أن تهران ستسعى للحصول على ما وصفه بحقوقها في حقل الدرة للغاز في حال رفضت أطراف أخرى تعاون وحذر الوزير الإيراني من أن بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لما اعتبرها امتيازات إيرانية في استغلال أو استكشاف الحقل وكان وزير النفط الكويتي سعد البوراك أكد في تصريح الاسكانيوز عربية أن الكويت ستبدأ التنقيبة والإنتاج في الحقل دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران من الكويت مرسلنا سعد العنزي سعد أهلا بك بناء على الخطوات التي تقوم بها الحكومة الكويتية في ملف حقل الدرة ما هي أبعاد الموقف ومعطيات الموقف حاليا وكيف ستتعامل مع الإدعاءات أو مع المطالب الإيرانية نعم الكويت واضحة جدا في موضوع حقل الدرة حقل الدرة هو حقل كويتي مئة في المئة ثروات الطبيعية ثروات مشتركة بين الكويت والسعودية طبقا لاتفاقات ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقات امتيازات وتقاسم الثروات بين البلدين هذا موضوع محسوم بالنسبة لكويت ولا جدل فيه لذلك الكويت سوف تبدأ بالتنقيب تبدأ بالإنتاج قبل ترسيم الحدود ولكن الكويت تريد أيضا حسم هذه الأمور بطريقة مهنية بطريقة طبقا وفي إطار القانون الدولي ودعت إيران وتدعو إيران إلى البدء في التفاوض لترسيم الحدود البحرية بينها وبين الكويت والسعودية كطرف واحد الكويت اليوم وزير الخارجي الكويتي كان في العراق أيضا تحدث عن جزء من المحادثات عن ترسيم الحدود البحرية وأيضا الحقول المشتركة الكويت والعراق اتفقت على لجان مهنية قانونية وفنية تبحث وتحاول التوصل إلى حلول واقعية حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف في إطار القانون الدولي الكويت أيضا تدعو إيران إلى نفس الموضوع إيران هي التي تتردد وهي التي تحاول الأخذ بالعنوة وبالقوة الثروات التي تعتبر الكويت هي ثروات طبيعية خاصة بها إذا ما نظرنا إلى حقل الدرة فهو يبعد فقط 20 ميل بحري عن الكويت بينما يبعد 170 ميل بحري عن إيران يعني لا علاقة لإيران به من قريب أو بعيد ولكن بالرغم من ذلك الكويت تدعو إيران إلى ترسيم الحدود وذلك يعني اتقاءا لشر مواجهات يعني غير محمودة شكرا جزيلا لك مرسلنا من الكويت سعد العنزي شكرا جزيلا لك